السلام عليكم مرحبا بكم معي على قناة كويزين ساميرا ديزاد يومكم طيب معطر بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله جمعة مباركة طيبة للجميع ظلت عليكم اليوم فيديو جديد فيديو تعلق روتين حماسي كما العادة البنات ليعشق هذه الروتينات ولا ليعشق هذه النوع تعلق الفيديوهات ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله تستفادوا معايا اه هنا مع هاد الصبيحة هادي كي مرا كنت شوفوا اول حاجة يعني مع هاد الجو الرائع هاد الجو الربيع يدي نموت عليها انايا اه نحلو النوافد دينا باش ندخلو هادك لهوال ننقي ونبدلو هادك الجو تعال الغرف هادي يعني اول حاجة نديروها راح تبعت فينا هادك النشاط وحامس كبير اما يعني للتنظيف والشغل اهنا الصباح غير نادولي دي المازوزي هادك ناد مع العطيس ناد في حالة منعف حساسية ولا راي راي حتبدأ لغريب قلت ندلو هنا يا انتزان تع اغبونيسانس تع غريب ايريوم هاكدا باش اذا كانت اه اوني غريب راي راي حتبدأها على الاقل كي ما نقولو تنقص وتخفف عليه اما اذا كانت يعني حساسية يعني ما كانش مشكل كي ما نقولو الاعشاب هادوما اذا كان ما نفعوناش يعني ما هم شاحين يضروا اه دلتهالو هاكدا نديروها مع المسخون ونخليوها تتلقيوها هاكدا خمس دقايق حتى العشر دقايق باش هادوك الاعشاب يمدو كامل المفعول ديالهم مباشرة رجعت يعني بديت شغلي اه اول حاجة نحب نديرها تاني هي كي نكونو عندي الحويج يعني نديروهم فلاماشين اليوم عندي لغسيلة الحويج اه اللي فيهم لي كولور فانسي اه طميتهم كامل على دربة وراني درتهم اه تاني علاش نحب نديروهم صبح هاكدا بكري اه راكو تعرفو الشميسة يعني في وقت اشتراها هي عزيزة ونهارة قصير دونك جوب خوفيت نغسلوهم على بكري هاكدا الاقل ينشفو لي في الشميسة خل من اللي نحطوهم عند الشوفاج سيخدوك يكون الجو هاكدا شباب ويكون صاحي يعني ما شاء الله خليت اه الحويجاتي تغسلو اون افان لشغل اه هنا يا كي موقتكم اه كي باب انه الجو كان بزاف شباب وكانت شميسة يعني هايلة اه قلت نطلع شوية لي كوات الفوق الاسطح هاكدا باش ضربهم اذيك شميسة ويستبحروا تاني شوية كي تكون هاكدا شميسة ويكون الجو شباب الانسان يعني يحاول يستغل هذا كل جو يعني نستفاده مش شمس قد ما نقدره يعني على صراحة كنت حابة نقعد شوية فيها على الاقل ناخد شوية فيها فيتامين دي كان عندي شوية شغل كنيسة فيها هنا راني في الفلاشوم بخت عولي داتي راني ننضمنهم في المكتب دي لهم قلت نرتب لهم الكوتب دي لهم كامل هاكدا نخليهم يستعفوا واحد دي جو وهو لا تخواه جو وبعد نبدو المراجعة لان هاهم بعدك يعودوا يقولوا عندهم اه كين عند dakدي اختبارات يعني مرمى للعطلة هادي خاصة اللي عندهم شهادة يعني ما هوش شمة لهم بش يريحوا بزافه لازم قد ما يغيرون امتحانات ويديروا اختبارات راح تكون مليحة لهم و هذو هما الكتب يعني كنت تقاسمتهم معاكم من قبل هذو كتب تاع سلسلة التحدي هنا دلت لهم كيماشتو غير الكتب الخاصة بالتقويمات بالامتحانات بالفروض هامليك و يعني وجدتهم لهم كامل هذو هنا سبقت فتع وليدي تحسنة خامسة يعني رتبتهم له كامل فيجي ها هامليك كيماشتو فوت الاختبارات مع الحلول سلسلة التحدي البناترا هي معروفة و يعني بالكتب ديالها و بالسعر الرمزي ديالهم تاني و عندهم كيماشتو كتب في جميع المجالات هامليك هنا انا رتبتهم له كامل و بعد درجات الكتب تاع وليدي تاع السنة الرابعة تاني هامليك هنا حتى هو تاع الاجتماعية الرياضية تاع الفخانسي انجلي يعني تاع احتهو جمعت له كامل كتب تاع الفورود وتاع الاختبارات تاني حتى هو في جيهة و يعني وحده هاكده بش ما يتخالطو لهمش وهنا يعني كيمارا كتشوفو للأسف انا اللي راني ننظم لهم يعني تمنيت لك ان هما اللي ينظموا في الكتب ديالهم و هما اللي يسقموا البيغو ديالهم و كامل يعني الحاجة اللي ماشي مليحة فيها اني فششتهم بزاف و هو انه اللي ندير لهم كلش دونك هادي حاجة مش مليحة اللي نحن الامهات يعني نحاولوا اولادنا نخلهم يعتمدوا على روحهم شوية شوية و هذا هو الشي اللي نحاول يعني كيمي يقولون نربيه فيهم هاكده ربما ديفوه ما نكونوش في الدار ديفوه الامتاعيات امراض ولا يقدرو يعني يتكلوه على روح تيهم و يسلكو روح تيهم و دوكالبنات هنا رجعت للصالون تاني هاني حانتقاسم معاكم اول روتين بعد ما استقبلنا سيدي الصالون دونك هنالبنات كيمارا كنت شوفوهن يمسحت لطابل ديالي كانوا زوجن دون مشتركات قاولي بللي هاد الازجاج هادار ورايح يتخبش يعني مع الوقت و كامل دونك احبيت هاكده ندير لها اونابل هاد الازجاج هاكده باش هاداك الزجاج يعني يبقى على حاله مام يعني عباكم الزجاج يبان في هاكده خاص برك هاكده تبان مش كي ما كي نديرو له اونابل هاح يكون احسن هاكده مام في التنظيف دياله ماوش رايح يعيني و ماكوش يعني كل دقيقة نوح نمسحوه نعاوض دووستاني على الازجاج هادي تاني دايما بيستعمال هادك الخلطة السحرية اه ولكن البنات مكترت لهاش بزاف الخلطة لها غير بعض القاطرات تبارك اه مع مام سائل تعغاسي الاواني هادك مادرتش تاني بزاف منه اه على خاطرك تعرف تعرفوا عندي هناي هاد اله دوغي هدا ليجاي في المابله كامل طبعا لازم اننا نحادر عليه باش ما يحورش باش ما يتقشرش ولا يعني كش ما يقولو يخسر ولا حاجه مسحت كامل الغبرة غير بهاديك الخلطة السحرية البلان البنات يعني صراحة كين يقول لك البلان مايرفدش الاوسخ بصح سهل بزاف في التنظيف ديالو انا نحبه كتر من المابله نواغ نواغ هو لي وعر بزاف بزاف وغير شوية غبرة تبان فيه هادا يا لالا يرفض الغبرة اه وهاد الكاليتي بدات راي بزاف سهلة في التنظيف كنت رجعت تاني راي بايو تاني هوليك راني جوزت عليه كامل تاني ه التموقة فالشيفون هادا كميكروفبر نحيت له كامل الغبرة ورجعت كل حاجه البلاصتها فى الاخر كامل نزل تجوز تاني على التابي هنا اللي بنات شوفوا الى كيماشتو يما تشوفوا الفى الجولة اللي دلتها لكم في السالان كنت ديرا تحت اللتاب الزربية فى الأعبال كين اللي قاولي دياليها كاغي راني بدلتها رجعتها كاغي. اه ولا تطبي البنت انا ما احبيش نخير حاجة لي تقيلها. دلت حاجة لي تكون خفيفة اولا سهلة في التنظيف. تانيا حاجة لي كي نرفضها ما تتعبنش ما تعيينيش. اه او ما احبيش حاجة كبيرة بزاف لي تديلي كامل الصالون ويعني ما ملأ دال ديو صلت ولي ما تبانش. لا بخي ما يدي البنت خرجنا. كما شاتوا كما قلت لكم الجو كان بزاف شباب. يعني الانسان يخلو مع اولاده شوية يستمتع بهذه الشميسة بهذا الجو الربيعي لهذا. خرجنا شوية جينا هنا لواحد المزرعة. اه يعني يربيو فيها الخيول كيمارا كنت شوفوا العواد وكامل وشجر وواحد المكان يعني مريح مريح بزاف بزاف. اه يعني الانسان ينسى هذا الشغل وهذا التعب وهذا الاستخاص وكامل يعني كان اه شو نقولكم واحد المكان رائع بزاف بزاف بزاف. شخصيا استمتعت به شمينا شميت شوية 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 ونقي. المهم هربنا من هذا الجو تعال دار وهذا التسياق وشغل وكامل. وعلى استمتعنا كما لكم تشوفوا العواد يعني اليوم ما خرجوهم شو بزاف. هنا تاني الجهة هادي ويني يدربوهم ويني يديروا له كل منافزة دياولهم. وهنا اراني ادنيت ليهم شوية باش نصورهم. بداوا يخرجوا بالواحد. واقين فرحوا بيا. خموطة من فيه فهم يخرجوا كامل. الله يبارك يعد لهم الشابين. وهو يعني كل واحد. ويعني فيهم بزاف اللى كazu essentially يكونوا. useless اخوة يبارك. كهين ابييard كهينesarين uhn 구at. كهين موستي بزاف شابين. الله يبارك. هاملك شوفوا كاح خرجوا نعوم. الله يبارك ما شاء الله. اه لا بخب خورتي الله يبارك обнаружوا المكان ثاني ما عندي ما نقول فيها. اه كيما قلت لكم يعني بلاصة بزاف من جبنة كي ز Agee improving their needs هذا المكان صدقوني حسيت الانتنفس حسيت الانتنفس بالكين الأكسجين لا يجب ان يشغل خطره و يتنشرح قلبه ثاني و بوكو بلوس ثاني على جلولي دي المازوزي حتى هو باش يخرج شوية لأنه لا يوجد صاحب يعني هكذا يتلقى معهم غير في المسيد سينوه غير في الدار مع هذي الطابلات وسبوع كمارا كنت شوفوا مكانش كل ما هو مغلوق و كل ما هو حابس حبيت واحده هو يجري شوية يلعب شوية و يخرج شوية من هذي الدار و يبعدوا شوية على الأجهزة الإلكترونية هذيك وهنا مبعدا دخلنا للدار المسيو مصمار يعني ما خلص لنا لعشة الأولو دخلت للدار لعشة أحصل فيها أنا اليوم سنتقسم معاكم لبنات وجبة من المطبخ التركي بزاف بنينا ستانقغاتا سيكون بالكرمب على بلكم الفوائد العظيمة خاصة المضادات الأكسادة اللي عندها دور فعال يعني في الحماية من السرطان أعافنا الله و إياكم نحاولوا نزفادوا منه و ناكلوه لأنه راه وقته و راه وطري أعطيت البنات هنا كما راكوا تشوفوا في مقلاحة حضت شوية على الزيت و حطيت هنا شوية على البصل أنا اللي كان عندي في الدار هذا البصل الخضر وراه وقته ثاني دلت كمية منه لبس بها انتوما لقد قدرتوا لبصل هاداك اليابس ديروا حبامة وسطه في الحجم على ما يكون بصل الخضر ما هوش يعني قاوي بزاف كما لبصل اليابس هاداك قطعتوا كامل دوائر صغيرة حطيتوا زدت عليه الفلفل اللي حلو ألوان الخضر الحمر الصفر كان ما عندكمش البنات تديروا غير حبيبات فلفل اللي حلو الخضر معلش الفلفل اللي حلو الخضر البنات حياطين يبنى هاي لبزاف هاداك و تاني هو راح يقضينا على الريحة تعل كرومب هذيك اللي بزاف ناس ما يحبوهاش و هذا هو السل تعلبنا زدت عليهم البنات شوية على فيوند عشي ممكن تعوضوها بالجاج مرحي ولا بداند مرحي هنا لحسب الشي اللي يكون متوفر عندكم و نقلوهم كامل مع بعض و نحطوا التوابل حطيت شوية على العكري للحلوم اللي يحبو الحار تقدروا تديروا شوية على الحار فلفل لكحل و شوية على القصبر المرحي مشي شوية شوية بزاف قصبر المرحي و نقلي كامل هاد المكونات مع بعض حتى هاداك اللحم هاداك يبدأ يتفتح يعني ما يبقاش هكداك مكدس و هاداك البصل هنا في هاد المرحلة لازد تحبها زرودية تكون غابي هكدايا يعني نرابيوها باش تمتم طيب النا و لا تقدروا ترحيوها في الأشوار تاني يعني كما كنت تشوفوا لبنات هاد المرحلة في كمية يعني هائلة من الخضر راهو صحي 100% بأتم معنى الكلمة و بعد هنا عندي الكرمب لبنات ناخدوا واحدة تخواصن حتى ال 400 جرام من الكرمب نقيته و خصلته مليح و بعد قطعته هكدا كشغل شرائح بالطول يكون الرقاق تاني و نحوله كامل وين يكون يابس في الورق هادوك و بعد نقطعه هكدا الى شرائح و نزيده معاه كنت تعرفوا الكرمب تمتم يعني دبال و راح يطلق المتاعه تاني و راح يوليك شغل كمية قليلة شوفوك بعد ما كانت المقلة شوفو راه دبال كامل و ضوكه هنا يعني راهو طاب نتأكدو نشدوش في بيدنا لازم يكون ندخلو طيب مليح خلاص هنا نطفي عليه من جهة واحدة اخرى هنا راني نطيب في البطاطا عندي واحدة هكدا كخمسة استحبت بطاطا متوسطين في الحجم ثاني قطعتهم مكعابات هكدا و راني نغلي فيهم حتى يطيبوا يعني مليح مليح منسوش نديرو معاهم البنات شوية الملح تقدروا معاهم تاني حتى وريقة على الرند راح تعطر لكم البطاطا ديالكم هايليك هنا بعد ما طابت صفيتها وحطيتها في ان غي سيبيون و دكاراني رايح نزيد عليها زوج مغارف كبار يعني قد ما تزيدو يجيكم بنين تعال فخوماج انا استعمل هذا فخوماج تعتقتي اليوم استعملت هذا تعذوق تعال كرياغ يعني بزاف بنين فخوماج تعتقتي من شرف البنات بزاف اخوات راهم يقولوا لي ماناش نلقاوها في السوق وكامل ديروا البنات كابتوغ عليه وطلبوه من عند المحلات اللي تشروا عليهم هكدا ان شاء الله هما يعني راح يطلبوه من عند غوسيس وراهم رايحين يجيبوه لكم وراح يكون متوفر بإذن الله فخوماج بزاف بنين وفي عدة أدواق بعد ما ادلت هنا الفخوماج راني دقت هنا شوية البطاطا هادي اكو تعرفوا انا غليتها بالملح الفرماج مالح ندوقوها هنا الى كان لقيتوها شوية مسوسة تقدروا تزيدوا الملح انا لقيتها جات مليحة زيت لها غير شوية تعفل فلك حل ونزيد عليها حبة تعالبيض حبة تعالبيض هادي على كل حال تقدروا تستغنو عليها ونخلط مليح هاديك البطاطا حتى هاديك حبة تعالبيض تختفي وتولي ما تمنش نخلي البطاطا ديالي ديالي تكوتي ودو كان نروحوا للخاليط ديالنا تعال الكرومب هاوليك هنا حتى هوان يحا نكسر له البيض البيض على حسب الكمية الليالا كوريحين نديروها انا هنقدرت ثلاثة حبات تعالبيض نخلطوهم تاني مليح مليح مع كامل هادوك المكونات اللي عندنا وبعد هنا جبت بلا تعال اقغاتا بلا ليروح للفرن ندهنوه بشوية زيت ولا شوية زبدة نمشي كامل مليح مليح هاكدا وبعد نفرغو الخاليط تعالك الكرومب وهو الليولاني نمشي وهم مليح مليح في البلادينا بعدها كان عندي فخوماج مايسرو هدايا يعني اللي ندير في البيتزا فريقراتا اخذت كمية منه انا رايح نرابيها فوق هذيك الطبقات الكرومبيط احياطينا بنا هايلة تاني ندير طبقات تكون لابس بها و بعد زيت عليه شوية من فخوماج تعتاختي دايمن بذوق القرية يعني اللي عنده الذوق دياله لا يقاوم واحد الجبن ما شاء الله يجي يروع البنات ويمد بنا هايلة في الاطباق ديالنا يعني هادي خطوة اختيارية تحبو تزيدوها تحبو متزيدوهاش و بعد من الفوق نحط هذيك البطاطا نحطوها كامل هاكدا نحاولو نوزعوها قبل هاكدا بهات الطريقة و بعد نمشيها غير بلاس باتولو ولا بملعقة نمشيوها كامل و نغطيوها هذيك الفورماج الليسي و الوجهة تاع هاد البطاطا هذي و بعد ناخدو هاكدا شوكا و نديرو بها خطوط ولا يعني التزيين يبقى اختياري من الفوق كيما تحبوه و من قبل ما ندخل له بلاس بلاس للفوق من الاحسن نظفوه كامل و الان كين هادهاته تاع البطاطا هاكدا بش يعني متحرقوش معنا في الفرن و يديرونا ريحة ماشي مليحة في الغغتان دينا هنا البنات يعني ما وش رايح يطول كلش راهو طايب كيما تحفو البطاطا طيبة هادلك الكرومب تاني راهو طايب تماما بس ما يشفرنا برك هذاك البيض وهذاك الفخوما سي دوب في الوسط هذا ما كان انا خليت واحد عشر دقائق من تحتها ستلو واحد سمينة من فوق باش ياخد هاد التحميرة هادي اللي راي هنا امامكم هاوليك هنا بعد ما طابراني خرجته من فوق نيجي ما شاء الله البنات هادلو قغاتان هادا معاهم هاد القغاتان هادا ستلهم واحدة شلاضة انا نحبها بزاف على خاطر تانية غانية بالخضر هنا في الغيسي بيون ديالي حطيت شوفوا البنات تشكيلها لبس بيها من الخضر طماطيش فلفل لحلو بسباس خيار كامل هادو ممقطعين كامل مربعات صغيرة حطيت عليهم شوية زيت زيتون جديد الله الله تعالى هذا العام وعندها واحدة البنة البنات واش نقول لكم زيت لهم شوية تعالى مايوناز وشوية تعالى الملح ورشات تعالى المعدنوس هاد الشلاضة هادي تانية البنات بزاف ابنينا وكي ما قلت لكم فيها تشكيلة تع خضر هايلا هاكدا باش يكون عدنا اغوبا ايكيليبغي اليوم اليوم كي ما قلت لكم وجبت غادة ولا عاشاء راه يعني ما شاء الله غانية بالخضر لقغاتا تاني كي ما اشتو غانية بالخضر عدنا اهم خضرة لي هي الكرومب وعدنا تاني فيه زرودية فيه لوحهم فيه اجبان يعني كي ما قلت لكم وجبت اليوم راه هي غانية يالله يبارك وهدي هي يعني طاولة العاشاء اللي رايح انتقاسمها معاكم هنا عندي شوية تعالى البيطراف يعني هادا درتوا لي اهنا بس كي واحد ما يحبوه في الدرغير انا تعالى البيطراف هاداك البنات كان كنت تفورته كي طاب درت له سنينة تعالى التوم ودرت له شوية تعالى زيت الزيتون عصرة تعالى القارس وشوية تعالى المعدنوس تحبو بتاكلوه بالتوم تحبو بتاكلوه بالبصل يعني في الحالتين يجي بنين خلطتهم وهاوليك قدمتهم هادا بهات الطريقة لقاطة انتعناها هاوليك البنات كيفاش يجي يعني صدقوني بزاف بنين اه حبيت نتقاسم معاكم هادا الوصفة كي ما قلتكم من مطبخ التركي هادا باش نغيرو شوية من الوصفات دينا الكرومب درناه مع بعض عدة مرات درناه محشي درته لكم الطعام درناه جواز درناه اليوم احبيت نديرو معاكم هادا بهات الطريقة ستقوني اجي بزاف بنين انتمنى من كل قلبي تجربوه وتشاركوني تطبيقاتكم كل عادة البنات على صفحتي على الانستغرام ارو باسك كويزين ساميرا ديزاد ولا على لوغو بتاعي تاع فيسبوك مطبخ ساميرا وحببتها كويزين ساميرا ديزاد هادا هو الفيديو نهار اليوم اذا كان نعجبكم البنات ما تنسوناش بجام في الاخر نقول لكم تهالله وفير وحتكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم في امان الله